نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات وذلك نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحريقة واشدد المركز على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الطبية الحريقة حيث نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها حتى الآن مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية